والسؤال التالي بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اذنك يا فضيلة الشيخ دلوقتي راجل متجوز اربعة وعايز تطلق واحدة علشان يتجوز هل يجوز اتزوج بعدها بيوم؟ الجواب لا الجواب لا ليه؟ عشان مراته هتكون في العدة الزوجة الرابعة دي هتكون في العدة وما ينفعش يجمع ما بين خمس زوجات حتى لو كانت في العدة يعني ما ينفعش هو لسه المرأة وهي في العدة من الزوج هي في حكم الزوجية يعني هي ما زالت في حكم الزوجية هو طبعا عايز يبدل زوجة بزوجة يبقى هو لازم ينتظر لما ايه؟ لانه عنده اربع زوجات فاذا تزوج واحدة تاني واحدة ما يطلق الاولى هي لسه في العدة فهي في حكم الزوجية والدليل على ذلك انه يستطيع ان يراجعها فإن اللي حاصل؟ فما ينفعش يتجوز واحدة تانية الا بعد ان تنقضي عدة دي عشان يبقى هو متجوز ثلاثة لانها ما زالت في عدتها هتظل في حكم الزوجية وعشان كده ما ينفعش والدليل على ذلك انه لما بيرجعها وهي في العدة بيرجعها بالكلمة لانها ما زالت في حكم الايه؟ في حكم الزوجية يبقى ايه زا ما ينفعش انه هو يعمل الكلام ده ما ينفعش انه هو يتجوز تاني يوم الامر التاني والمهم انا عايز اقول لكم حاجة بقى احنا عشان بس ما حد نشفهم ان احنا بنحرم شرع الله طيب احنا بيقول كده ليه؟ لان في بعض الناس عندهم هزا المعنى يا جماعة الخير احنا عايزين بس نفهم ليه الشرع الشريف جعل فيه عدة وجعل فيه امور زي دي من الحكم مش من العلل ان فيه عدة ان الناس تبرأ تتعافى واحد متجوز امرأة وكان بينهم حب او بينهم مشاكل ياسيدي ونفصلوا مش تتعافى مش يحصل تعافى ده اقل مدة للتعافى التلات تشور دول اللي هي مش هتبقى تلات تشور اللي هي التلات حيضات يعني او التلات تشور عند خلاص ايست من الحيض طب واحدة واحدة بس تعافى يا اخي انت مطلع وانت عندك تلات زوجات يعني هو مش هيجي الشخص ده يجي يقول لي والله انا والله عايز اعف نفسي انت عندك تلات زوجات يا سيدي ما تراجع نفسك ما قد تكون انت اصلا مش محتاج الزوجة الرابعة فيا سيدي واحدة واحدة اربع على نفسك هقول لي حبيبك حاجة فكرة ان الرجل يتنقل مع زوجات كتيرة في العصر بتاعنا مش في العصر في العصر بتاعنا في مشكلة دايما بقول لي الناس لما ييجي حد يقول لي انا عايز اعدي زوجات واطلق واحدة وبسرعة اتجاوز التانية اقول له لحظة بس عندي نظرات اسمعها الربع الخالي كده ايه الربع الخالي ده وهو في الرجال اكتر من الستات ايه اللي بيحصل ان فيه رجالة كتير مش ستات كتير رجال موجود في ستاتات برضو عندهم ربع خالي يعني ايه لو حطله مال قرون ايه اللي حاصل برضو ما يشبعش لو حطلته ستات الدنيا ما يسبعش ما يشبعش لو خليته اوجه واحد في الخلق ما يوجه ما يحصلوش انه وايه يشبع وما ليه الحل الحل اللي قال الرسول اللي يصال قالي رأي فق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا راضي منها الاخر ولذاك الربع الخالي ده بيتسدب تلات حروف الره والضاد والالف الرضا 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 يا سيدة طيب انت بتقول ليه ما تجاوب على السؤال لانا بتكلم كمان بتكلم على السؤال في البيئة لان هو وكأنه طرح علي السؤال كأنه سؤال ايه سؤال عام كده فانا بتجاوب كمان في الاطارة العام انت ما تجيش تسألني سؤال في الاطارة العام وما كلمش الناس عن احد اهم التحديات والفتن اللي بتحصل للناس اللي هما كثير للزواج اربع نفسك وتأكد ان انت ما عندكش ده قد يكون اللي انت محتاجه مش محتاج ان انت تتنقل ما بين زوجات كثيرات انت محتاج رضا انترضا وزيك كثير من الناس يجي يقول لي انا زوجات الاخراءات مفهوم شعيب اما لا عايز تجاوز تاني ليه اساعة عايز اتجاوز كل الستات يعني اشوف كل الستات دول زي الالوان زي الفواكه لا الستات دولة بن ادمين بالمناسبة يا صديقي الستات دولة بن ادمين بيتوجعوا وبيتكسر خطرهم فاتق الله سبحانه تعالى في زوجاتك السؤال اللي بعد كده بيقول بس اي انا جاوبت قلت له ايه ما ينفعش يتجاوز حتى تنقاطع عدة الزوجة الرابعة عشان يتزوج مرأة اخرى